يا لهوي يا لهوي انت عارف لما حد يقول لك انا قدمتلك هتقول له بس احنا عملنا كده بس ده لسه بس مضطرين بقى هم بقى وقتنا كده يعني قدرنا يعني عملنا مجهود رهيب اننا النقي على قد ما نقدر كده ايه رأيك انا في حالة هحتاج سهور عشان امرارها لان كمية شرف وكمية حب وكمية ابداع والنتيجة اللي طلعها مايسر النادر يعني ربنا يخليك يا رب ويحميك لينا والمصر مصر عظيم وحلامي فنان كبير وانا حكيت له قلت له انت موسيقي الموسيقيين وانت مؤلف المؤلفين اللي يتمنى كل مؤلف الله يخليك يا مودي حكالك على مرة كده زماء هو قبل حتى ما تتزعى مية واحد وعشرين سنة سينما بيحكي لي بيقول لي لما جات له فترة كده راح امريكا علشان بنته بتدرس ما انتقلش الامريكا ما انتقلش ما هاجرش يعني ايوه قلنا الكلام ده بس هنقوله داني انما بيقول لي شفت حاجة بتاعت الموسيقار طبعا عمر خيرت ومايسترو نادر عباسي وتأملت الشاشة كا قلت معقولة ييجي يوم وهذا المايسترو يا قدلي موسيقى بتاعتي تحكيله يا اخويا ولا انا الناس بحضة هو امنية بقالها سنين وانا امنيتي على فكرة يعني بص انا اللي هي الشرف يا موسي ان انا بقول لك عمالك وان انت سعيد ان العمال بتعمل باوركسترة وانا سعيد ان انت سعيد لان انا يعني انا اللي هي الشرف بجد ان انا اعمل فعلا طول عمري برضه كمؤلف لانتعرف ان انا برضو بأكلف شوية ولكن يعني طول عمري بقول فين المؤلف المصري اللي انا وانا بعز في كده احس انهم بيديني كل حاجة فأنت بتديني كل اللي أنا عاوزه كمصري وكأكاديمي اللي اتنين مع بعض فأنت عملت الربط اللي كل إنسان يتمنى يتحطي تحت إيده عشان ينفزه لك بس مش بس كده صعب جدا إنه يتنفز بضمير وبحب وإنت عشان إنسان جميل فأنا يعني بتمنى لك كل الخير بجد من قلبي وأتمنى إن انت يعني تكمل وإنت تبدع وإحنا تحت أمرك هنعمل لكل عمالك ريل بان خلاص كفاية حتة السان سايزر والإلكترونيكس يلا نعمل كله ريل وأتمنى طبعا المخرجين والمنتجين للأفلام يبتدي زي بره والبلاد المتقدمة نهي أفلام كلها تتسجل بوركسترا بجد ونبقى قدامنا الشاشة ونعمل اللي نقدر نعمله بالكالرز الحقيقية اللي نقدر يعني نفيد بها مصر وتبقى مصر دائما رائدة في الموضوع دا أنا عاوز أترجعك تهز الفرصة يعني إن هذا الشرف الكبير اللي أنا نعمت به وإياك هتكرر وهستبر أنا هبقى في النص أحشر نفسي لا يمكن هتكملوا يعني هتكملوا صاحبة السعادة صاحبة الفضل في اللي حصل والله لا إحنا فعلا بنطلبك أنا مايسترو نادر وأنا أنا عايزة منك إنه العروض اللي جاية اللي إن شاء الله هتعملوها مع بعض تكون على المسرح بتقول بصوتك الحاجات كمان اللي الجايدات اللي أنت كنت عاملها دي كلها يعني كل الحاجات اللي كان عاملها الجايد بصوته أيوه أيوه فهو كمان صوته رائع جميل جدا فتخيل بقى لو أنتوا بتعملوا الشودك مكتمل كمان بإنه في حاجات بتقولها بصوتك يعني ده هتبقى متعة من نوع خاص وأنا هترجى مايسترو نادر بقى يدربني لإن ده إيه دي حاجة غير زمان يعني الأداء اللي كنا بنطلع نعمله في الفرق وإحنا حفظين حاجة وإن الواحد يتأهل عشان يبقى مؤدي وعازف مع مايسترو دي حاجة هترجاج بقى فيها تشرف علي وتدربني حيريت يعني لوقتك حيث قال ليه بص التواضع التواضع هترجى مش ممكن يعني